تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني هنعمل ايه يا عم ياسر هنعمل طبعا فراخ الناجدس بجيب الفراخ الصطور وبقطعها اربعة سنتي في سنتي ونص زي ما انت شايفة كده اربعة سنتي طول مش هنعملها يا بوري مش هنعملها يا عم حسن مش هتفرمها لا مش هفرمها عشان عيالك يستمتعوا بقى وتركتها وهنعمل كمان شرائح اللحمة بصوص المشنوم شرائح اللحمة بصوص المشنوم ازاي يا عم حسن تعالوا ما نشوف بحط عندي هوك كبير طوصة كبيرة احطي فيها معلقتين زبدة وبقطع اللحمة بتاعتي شرائح احطي معلقتين زبدة على النار يسيحوا عندي خطواتك كده كلها قدامك وبعد كده اروح جاية حطى فيها الشرائح بتاعة اللحمة اللحمة طويلة كده متقطعة شرائح خطواتك كده كلها قدامك اهو يا تفاصيلة وبعد كده اروح جاية مدخلاهم فبعد هعمل الاول صدمة لشرائح اللحمة بتاعتي دي وبعد كده هبدأ اشيلها واعمل تسوية للصص بتاعي عشان تكون لحاجة قدامي ومجهزة لها شربة لحمة تكون بتغلي جنبها كده ادي الشربة قدامك وعندي هنا الشرايح بتاعة اللحمة الفليقة او ستيك تغير لونها هبدأ اشيلها وهبدأ اعمل كل التكنيك بتاعي والحركات والتكات كل التفاصيل مقصوصة زي ما انت شايفة كده قدامك هغير لونها وتعالى بقى نبدأ نعمل الخلطة بتاعتي بتاعة الدقيق عشان عندي الدقيق بتاعي بتاعة الناجز بجيب كوباية دقيق وبدلها معلقة من الردة وتبقى لكم التركة اهو معلقة من الردة بدلها شوية ملح شوية فلفل شوية من البهارات وشوية زعتر وشوية روزماري الخلطة دي هخفقها كويس واقلبها واقسمها على اتنين عشان اجيب شرايح صدور الفراخ جوانت يا سيد الملدون واحدة كده يبقى عندي دقيق عندي ردة عندي ملح عندي فلفل عندي بهار وعندي شوية زعتر اقلب ده كله مع بعضه كويس وبعد كده اروح جاية اسمع على اتنين عشان هبطن قبل البيض وبعد كده هبطن بعض البيض واجهز له صاج عشان هدخله الفرن على درجة حرامتين لمدة الدقيق لمدة تلاتين دقيق تعالى نعمل الروب الروب بتاعي الروب بتاعي اتنين عدد بيض سنة توم بودر سنة بصل بودر وشوية فلفل اسمر بس كده وبعد كده اخفقهم وبعد كده حلهم باللبن واقول سلام عليك يا قسيزة لوزة مساء الخير يا هانا صباحا خير عاملين صباح الرضا وصباح الفل كله زي الفل بنفس حضراتكم ده نور حضراتكم جميع المهلبية ولا الكاستر حاضر اول حاجة المهلبية حطينا مع كباتين ونص من اللبن عن نار يغلو حاطيت فصين من آآ المستكة حاطيت شوية ماء وردة وماء زع يغلو هروح من هنا زي معلقتين نشة هكون مدوباهم في ربعة كبات مية انزل عليهم وربطهم وحطوهم في عقل حد ما يبردوا وبعد كده استعملوا تحت امرك يا سيزة لوزة تعال يا بقى عندنا لسه في اصابع زينب وعندنا كمان المحشي نيف نايف زي ما انت شايف كده البيض اللي ديته مل ديته اه طن بودر وبصل بودر وفلفل وحلته باللبن اروح حطه فوعاء كده قد بالك ما اتركتها وبعد كده عندي الدقيق اللي انا اديته ردة وديته البهارات هقسمه على اتنين يا استاذ ياسر خطواتك كده اهو عشان هيبقى قبل وبعد البيض خطواتك كلها قدامك وزاي الفل لمسجل الامور الفراخ بتاعتي جوانتي الفراخ بتاعتي زي ما انت شايف قطعتها اصابع طويلة اربعة سنتي في سنتي ونص اروح جاية جايبة الخليط بتاعي كده وعملها دقيق قبل ودقيق بعد والروف النص بص التكنيكة اهو وارجع هنا وارجع هنا للبيفستراجانوف شرائح الفلية او الاستيك غيرت لونها مع الزبدة اغاير لونها مع الزبدة كويس قوي خد بالك من التركة دي وبعد وبعد كده يا اسيزة كريمة مقصوصة سيز حسن اصيك عامل ايه صباح الفل يا اسيزة كريمة وحستينا وحستينا بجد بجد والله وحستينا ربنا يخليك يا استاذ ربنا انا مش عارف انا عندي كلام كتير ومن قدر يحبنا لك والله مش عارف اقول اي احب حقيقي وحستينا ده شارف وانتو كمان وحشتوني 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 يعني مش عارف يا سيز حسن احنا بنحبك قوي بنحب اخلاصك وحقيقي انت مستحملنا وبتعلمنا وكل حاجة حلوة بتعملها انا موجود هنا عشان اسعدكو يوميا معاكو على قناة الحياة من الساعة واحدة لاتنين ونص يوميا وبعد الفجر لساعة كمسة لستة ونص اعادة تقدري كل طلباتك تقول لنا وحشتوني ربنا يخليك يا سيز حسن ما اترمسي منك ابدا يا رب شكرا سيدا كريم انا ساعده ومكالب داخلتك شكرا يا استاذ تعال ان بص على الطاجم بتاع قرع العسل يا عم ياسر يا تفكاتك يا حسن يا تفاصيلك بص الجمال والحركات والتكات بص كده واستمتع كل التفاصيل قدامك اهو كم انت تعال كده لفف لفف عشان تستمتع بالطاجم تحت الخلطة بتاع القرع شوية تصص شوية جبنة شيدر الحشو بتاع السجوء وعليه شوية تصص وشوية جبنة وبقية الحشو بتاع القرع قدامك التفاصيل اهو كمان سنة بسيطة وهطلع تعالى بقى نقلب في عندي يغير لونه كده معانا زي ما انت شايف وبعد كده يغير لونه انا عاوزه يغير لونه بعد ما يغير لونه هطلعه وابدا اعمل السوس بتاع الماشروم خد بالك من التفاصيل دي غط عليه على ما اعمل الفراق بتاعتي اجيب ساج يا مرادونا لو سمح عشان ادخل الفرن عندي الناجس ده انا هسويه في الفرن مش في زيت خد يبالك من التركة دي ازاي حسن هبدأ ابطنه مع بعضه وعملتلك الطاجن قدامك اهو وعملتلك اللحمة على الطريقة الباكستانية على النار جوه بتأثر اخد عندي الشرايح بتاعة صدور الفراق كده ابطنها كده واعملها رول خد يبالك من التركة دي خدنا شوفك السجدة لو سمحت تعال زي ما انت شايف كده قدامك ابطنه كده ابطنه كده كويس وارروح منزله في الرو ابطنه كويس وانزله في الرو وعندي مرحلة تانية هروح مندخلها في الدقيقة التاني المبهر برضو اللي فيه الخلطة بتاعي اهم حاجة تعمليه رو عشان تستمتعي بيه وبعد كده هطلع الطاجن بتاعي اللي في الفرن ده لان كده بيقولك يا تركاتو يا تفاصيل وحركاتو يبقى عملتلك اللحمة المدرس على الطريقة الباكستانية وعملتلك طاجن الارح بحشو السجوء وفي نفس الوقت معلقلك على البيفستراجانوف لو شراح اللحمة بصوص المشروم ودلوقتي بعملك النجز احتاري واختاري بين الوجبات اللي انا بعملها دي شوف الامكانيات ايه وقولي سلام عليكم قصي شروق قصي شروق قصي شروق قلو صباح الفل نهارك ايش تقصي شروق انا بحبك قوي وانا بموت فيك يا شروق ربنا يخليك ليا يا حبيبتي موكو مبعد احنا يا شيف اتفضل يا شروق انا معاك يا حبيبتي اللي انت عايزة اقولي احنا معاك انا بسلم على خلطه مروة وخلطه سماح وعلى ماما وعلى اخويا احلى تحية اللي خلتك مروة وخلطه سماح وماما واخوك وكل عيلتك منك يا شروق ومن برنامج الشيف حسن اكلات واتكات شيف حسن على قناة الحياة تحت امرك يا شروق عايزة حاجة تانية يا حبيبتي موكو معارف تلقيت البيتزا احلى بيتزا بيتي ولا ايطالي لأ بيتي حاضم العندي قبل العندي يا شروق وتعملها وتقف تساعد ماما وتعملها احلى من ماما ومن خلتك كمان يا حبيبتي تحت امرك يا جميل زي ما انت شايف انا سيبته هنا شوية ليه عشان ادخلت الاولى من دقيق تبدأ تتحلل وتبقى ايه مادة جيلاتينية ام ماجة اشيلها احطها في الديق ده تثبت عليها وتبقى زي الفول يبقى كله تعالى على مدية ستلاسح مع بعض يتعالى اما انطلع الساج بتاعنا وتشوف تفاصيلك وحركاتك وتكاته منور كده منور خمسة وخميسة ريحته قلب المبخ ريحته قلب المبخ شوف التفاصيل يا جمال وحركات وتكاته يا جمالك يا مياس بص التفاصيل عاملة ازاي كل التفاصيل قدامك وابص عليها يا جمالك ابص هنا على البيفستراجانوف الزبدة وبس اللحمة الفليه اوليستيك خلاص كده هروح جايبة مقصوصة خد بالك من التركة دي بقى وصفيها من سائل التسوية اللي فيه زبدة والنتج التسوية اللي في ليه بص يا تركة هتصفي الكلام ده كويس وتحطيه لوحده كده وبعد كده قدامك اهو تصفي كده تصفي اللحمة كده كويس من ناتج التسوية من ناتج التسوية وبعد كده قدامك التفاصيل اهو عشان اعمل صص بقى بص هي هنا على ناتج التسوية عشان اعمل صص تعال بص كده او استاذ ياسر ناتج التسوية والزبدة هو بص عاملة ازاي اروح جايبة ديام على اتزبدة تاني كمان كده حسن يا تركاتك وعندي بصل شرايح ادي لها بصل شرايح يا تحفصيلك واقول سلام عليكم امو ادم صباح الفل يا امو ادم ده نور حضرتك يا امو ادم عايز اسأل على سؤال ايه فضالي اه انا ما بعمل السمك المشوي بيطلع حلو معي بس يلزق في الساق الساق جازم تدهنيه مادة دهنية بدهنه وبرش عليه رشد اه يبقى السمك ما تصفاش قابل قابل بص حضرتك قابل ما تحشي السمك اخسليه كويس ونشي فيه وصفيه كويس قوي وعمله حشواته ودهن السج وحطيه لو فيه مية هيلزق كده زي ما انت قلت يا امو اده وعايزة طريقة للرز اه يليق عليك حاضر من عندي قابل العندي حاجة تانية يا فندم بس قوله لي ضرورة حاضر النهاردة هقولك حاضر الرز كمان للسمك حاضر من عندي قابل عندي تعال بص يا استاذ ياسر الفراخ بعد ما سحق الرو بتاعها في الرو اديقي الاولاني بص بديها اديقي التاني ولفها كده ولفة لفة لفة 북 تاب هو واول هنا اهوللفة اهو زي ما انت شاف كده لفنا sweetness roll 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 وبعد كده هترسوا في السجاة ترسوا في السجاة يا استاذ ياسر ترسوا في السجاة زي ما انت شايف تعال اشوف التفاصيل تاني هو هنحط ده عشان نلف رول في الدقيق اللي في الخلطة ونحط مكانه تاني مبطن بالدقيق عشان دقيق حل في الروق ويثبت الطبقة التانية وعندي اللحمة الفلي أو الستيك طلعتها من الزبدة بعد ما سوتها 25% على ما أعمل الصص زودت معلقة زبدة تاني في نتج التسوية وحطيت البصل شرايح وعندي المشرون شرايح وأبدأ أعمل الصص بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك وبعد ما أعمل الصص هروح جاية مرجعة اللحمة تاني واسبها تأثر لحد ما تستوي يبقى التفاصيل كلها قدامك بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك تعملي إما اللحمة على الطريقة الباكستانية أو طاجن الأرعى بالسجوء أو أي حشوة أنت عايزها وبعد كده تعملي الفراخ النجدز بتفاصيلك ونقول سلام عليك يا بشموندس خالد سلام عليكم مش حسن صباح الفل يا بشموندس خالد صباح الفل والجمال وحلقة عالمية ودايما معنا ونورنا ومشرفنا وتعمل مدخلات معنا ربنا خليك يا شيب حسن إحنا والله متشرفين بحياتك إن حياتك يعني شيف مصري وبطلع من حياتك الأبداع ده كله يا شيب حسن إحنا موجودين من أجل إسعادك كل يا بشموندس إيش يا شيفنا بهنيك على حلقة مبارح عشرة على عشرة وخصوصا لما فتحت الفطيرة وشوفنا الحشو اللي جوه إيه رأيك عشان تنبس ربنا يا ربي يحسم من يديك دايما يا شيب حسن الله يخليه آآ سؤال بقى سريع هو مش سؤال هو نصيحة بس يا شيفنا حياتك سلقت القرع في المية صح؟ أنا ما سلقتوش في المية أنا دخلت الفرن ورستو جميل رستو مش مية حلو قوي نصيحة بقى لو أي حد هيسلق خضار يا جماعة يديتي يا ام يم يعملو على البخار أو لو سلقه في مية يديتي المية ما تغليش عشان بيكسر لأول نقطة المهمة لقرع العسل ما بينسلقش في مية قرع العسل بيتحط على النار بينزل ميته وبتسلق فيه بيتحطش له مية قرع العسل ما بينضفلوش مية ترفعه على نار هادية لحد ما ننزل الميته تيرفع النار بعد كده لحد ما يستوي تصفيه أما اللي احنا عملنا ده قشرنا السمرة بتاع قرع العسل وبعد كده شنا منها البيزر اطعام كعبات رشناها ملح ورشناها شوية من الفلفل وشوية زيت ودخلتوا الفرن على درجة حراميتين لمدة ساعة بعد كده حاطته في مصفى نزل السائل اللي جواه خالص ودفت له بيد ودفت له بقسمات ودفت له كريم التاي وشوية ملح وشوية فلفل وعملت طبقة من تحت وشوية صص وشوية جبنة وبعد كده الحشو وبعدين طبقة من فوق وعلاها الصص وشوية جبنة ودخلتوا الفرن وطلع زي ما انت شايف كده أستاذ يا بشوان دسكالي انفضل يا خالد قدامك وبيقول لك تفاصيلك حركتك جلات كل كده قدامك خلاص كده أبطن ده كويس أهم حاجة حضرتك تسيبيه شوية تسيبيه شوية في الارو عشان ادي ايه بتاعنا يفك كويس ويبدأ يعمل مادة جلاتينية خطواتك كده كلها قدامك هون وعندي البفستراجانوف شراح اللحمة في صص المشروم طلعتها بعد ما طلعتها كويس جدا عملت ايه شلت اللحمة وحطيت مادة دهنية تاني زبدة وحطيت بصل شرايح وبعد كده أروح أعمل بقيت حاجتي قدامك التفاصيل كلها قدامك هون أرجح هنا للصص بتاعي على ما يبدأ ده يسيح عندي أجيبه هنا اللساح في الدقيق اللي فيه الخلطة وبعد كده أبدأ أعمل كل خطواتك كده كلها قدامك يا تفاصيلك يا أستاذ جاسر يبقى عشان تعملي الناجس بتفاصيله وحركاته وتكاته اللي موجود في السوق ده كله أضافات عجينة وفيه بهارات تخلي الأولاد يحبوها خد يبالك من تركة دي وشوية فراخ مفرومة مع عجينة مع البهارات هي التركة البهارات اللي بتنضف للأطفال عشان يدمنوها ما يقدروش يسيبوها بعد ما بطنت كويس قوي الشراح بتاعة الفليه زي ما انت شايف كده قدامك أروح جاية حطها في الروح واسيبها شوية تحل الدقيق عشان تبقى مادة جلتانية سبتها على الدقيق تاني وبعد كده أبدأ أبرمها وبعد كده أدخلها الفرن على درجة حرامتين لمدة تلاتين دقيقة طلعها زي الفل اللي أولادي أقدمها لهم يستمتعوا بيها بكل تفاصيلها وحركاتها وتكات تعالى بقى كده أروح جاية مبطنة ده يا سيدة زينب سلام عليكم حاجة زينب وعليكم السلام تحت أمرك يا حاجة زينب عايزة أعرف طريقة اللازانية اللازانية حاضر لازانية الطازة ولا أجيبها ناشفة بالسوبر ماركت اللي ايه اللي الفريش يعني على اليد ولا هجيب علب جهزة لا فريش حاضر بتحطي خمس كبايات من دقيق على معلقة ملح صغيرة على معلقتين زيت زتون على عشر بضاء خمس كبايات دقيق معلقة ملح صغيرة وبعد كده هتحط لها معلقتين من زيت الزتون وتحط لها عشر بضاء تعجنيها هتطلع معاك بيضاء عايزاها بيسود بتجيبي حبار بتاع الحبار بتشيل بيضاء وتحط معلقتين من الحبار عايزاها بلون الأخضر بتشيل بيضاء وتحط معلقتين من معجون السبانق عايزاها حمرة بتشيل بيضاء وتحط معلقتين من السلسل حمرة وبعد كده تريحيها وتفريديها على ماكنة فرد اللازانية من واحد لتمانية واتطبقيها وتعيديها ثمان مرات أربع مرات وبعد رابع مرة بتفريديها بصمك ثمانية ملي وتحطيها مياه سكنة بتغلي فيها سنة زيت وسنة ملع ثلاث دقايق فقط لغير السل بعد كده بتطلعيها وتبدأ تعملي الحشوات وتعملي صوص البشاميل والصوص الأحمر وتعب الطاجن بتاعك بتفاصيله وحركاته وتكاته أرجع بقى هنا تاني للخطوة دي بعد ما عملت الخطوة دي كده قدامك حاضر وبعد كده أبص على الاسترجانوف اللي هو شرائح اللحمة في صوص الماشروم بعد ما طلحتها كده يا أستاذ ياسر تعال اما نشوف التفاصيل والحركات والتكاته تعال كده أشيل بقى عندي الغطة ده واشوف البصل أخبره إيه عشان اعمل لك الصوص بتفاصيله وحركاته وتكاته أول ما يبدأ البصل يبقى شفاف كده يا أستاذ ياسر عندك ايه عم حسن عندك مشروم طازة وعندك شوية ملح وشوية فلفل وإيه تاني عم حسن معلقتين صلصة ومعلقتين صور كريمل قشة الحمضية كل ده أدخلهم مع بعض وبعد كده بجيب لهم شربة لحمة كبايتين من شربة اللحمة عشان يقصروا معايا كويس قوي لسه هربط الشربة اللحمة ده بشوية نشا بس بعد ما يقصر خالص هتشوفي دلوقتي هعمل ايه بعد ما يقصر خالص كل ده يخش مع بعضه يقصر خالص هرجع اللحمة وهربط بمعلقتين نشا تعالوا ما نشوف بعد ما عندك تاجن قدامك ودي اللحمة استوت خمسة وعشرين في المية وبعد كده رفعتها من المادة الدهنية وضفت عليها كمان معلقة من الزبدة وضفت البصل والمشروب وديتها كل حاجتها والشرب واسبت قصر قادي الفريخ الناجلس بعد ما خدت طبقتين من الدقيق كده زي ما انت شايفها تعالى ما نزقها في الفرن على درجة حرامتين تلاتين دقيقة عشان تستمتع بها فرنك عندك تفاصيلك قدامك ياتركاتك اقف الفرن تلاتين دقيقة على ما تستوي تعالى نعمل لها اللي ايه نعمل لها الدبنج بتاعها تيمسيكيها تنزليها الدبنج نص كباية من الميونيز قد بالك متركة اهو معلقتين صلصة طمطمتين لحم بدون جلد وبززر شوية فلفل واقول سلام عليك يا اسايا سعاد سلام عليك سلام ورحمة الله وبركاته يا اسايا سعاد كل بقون والحمد لله من اوار اشتاسة والله ربنا يخليك يا حاجة سعاد ده بنور حضرتك وصوتك الجميل ده. الله يكريمك يا رب. عايزة بس تفسر عن الكفتة امو برغل يا. حاضر حاضر. وعايزة اعمل اهداء لولادي والاختي. اتفضالي قول اللي انت عايزة وهقولك الكفتة بالبرغ. اه عايزة بعد تهناء الى محمد جمال احدي وبنته لارين وايتن. والمادام ايمان مراته. عاملة ايه ايمان معاك? ها? ايمان كويسة معاكي? اه لا والله كويسة بنت حلال والله. طيب الحمد لله احلى تحية المادام ايمان. احلى تحية. الله يا كريمة. واسلام ابني برضو ومراته حنان برضو بنت حلال وكويسة. وحنان كويسة عشان ما تزعلش حنان كويسة برضو. لا كويسة او والله. طيب. خمسة وخميسة خمسة وخميسة عليها. وربنا كده هي حامل ربنا يكمل لها على خير مرات اسلام يا رب. امين يا رب العالمين يا رب. امين يا رب العالمين يا رب. واحنا بنبعت له من حضرتك ومن برنامجنا احلى تحية. وربنا يخليك ليهم ويخليهم ليك يا فنج. بعد الصوس مأثر كده بص التركات. بعد الصوس بتاعي بتاع المشروب مأثر كده. وخد الصور كريم وخد الصلصة وخد شربة اللحمة. هروح جاي منزلة اللحمة تاني كده. جاي ما انت شايفة كده قدامك. واقفل عليها. لحد ما تستوي. بعد ما تستوي هربطها بمعلقة نش. خد يبالكم التركة دي. بعد ما تستوي هربطها بمعلقة نش. هسيبها كده غطي عليها بقى كده. واسيبها كده. تاخد الطعم مع بعضه. وادي بتاع الناجز اللي في الفرن. مايونيز وصالصة وطماطم وفلفل بس.